اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين في كل مكان تحياتي لكم ومرحبا وسهلا بكم الى مباشر الثالث والعشرين من غشت الفين واربعة وعشرين الذي سنتحدث فيه عن تاريخ الصحراء الغربية في هذا اليوم سنتحدث في الجزء الثاني بعدما انقدمنا لكم الجزء الاول يوم امس واللي فيه الكثير من المواطيات الهامة بخصوص موضوع الصحراء الغربي البث يوجد ايضا عبر اليوتيوب فرجاء ان الناس اللي معنا على مستوى اليوتيوب يأكدون انه اذا كان صوت جيد ام لا قبل ان نبدأ مرحبا وسهلا عزيز يوزر مرحبا وسهلا سام بجايا مرحبا وسهلا كبسوا وشيروا بالنسبة الناس اللي معنا على مستوى التيك توك وبالنسبة الناس اللي معنا على مستوى القناة في اليوتيوب المرجو حد يأكدنا اذا كان الصوت جيد ام لا حتى نبدأ ان شاء الله لا على مستوى التيك توك عارف ان الصوت جيد لكن على مستوى اليوتيوب ما زال من يعرف كبسوا من فضلكم تكبيص ضعيف دايما مع الصباح عندكم تكبيص ضعيف الانسان مع الصباح خاص يكون عنده قوة اكثر من ما بعد الزوال ابدأ ايد ها والله اخيكم صيف ها اذا ننتظر ننتظر احدهم في اليوتيوب على انه يقول ان الصوت جيد ام لا تعاليكم ما تظهر اذا نتأكدوا بطريقة وباخرى عزيز الهرماسي مرحبا بكم سهلا اللي منكم يعني استمع للصوت بشكل جيد مرحبا بكم سهلا اذا الصوت جيد شكرا فاروخ شكرا عنابا شكرا مرحبا وسهلا اذا نبدأ على بركة الله مرحبا وسهلا بكم كاملين اذا نواصل دائما تقديم تاريخ الصحراء الغربية لمن يريد معرفة تاريخ الصحراء الغربية كيف تشكلت البوليزالو وكيف يعني اطرت هذا الشعب الصحراوي وكيف قادته الى معركة التحرير ونحن اليوم يعني في نصف قرن من وجود الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وهذا الذهب واللي استطاعت على انها تكون عمامة كل انسان صحراوي اينما تواجد هذا الانسان الصحراوي طبعا البوليزالو ليست سب يجب ان يفهم المغاربة على ان البوليزالو ليست سب البوليزالو هو وسام شرف يعني يحمله من يحمله ولا يمكن ان يحمله الا الذي امن بثوابت ومبادئ الحرية العبيد يعني لا يمكن ان يتذوق قيمة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وذهاب والعبيد لا يمكن ان يعطو قيمة لهذه الحركة الثورية التي استطعت ان تجعل من الشعب السحراوي يعني دولة حقيقية برئيسها وبوزرائها وبمؤسساتها وبجيشها وبشرطتها وبكل يعني مقاومات الدولة عبر العالم وفي المقابل نجد ان نظام المخزن لم يستطع ابدا ان يؤسس دولة يعني النظام المخزن اليوم لما نشوفه هذه دولة الكارطونية سنجد انها ليست ابدا دولة ولا ترقى الى مؤسسات او الى مستوى دولة فالرئيس رئيس البلاد الذي هو الملك لا يتداول السلطة مع احد يعني شخص يحكم الى ان يموت منهار يتسلم الحكم الى ان يموت الوزراء لا ينبثقون من الشعب لان الحكومة لا تأتي من الشعب لان انتخابات مظورة على المستوى المحلي الانتخابات مظورة كل المجالس البلدية لا تعبر الا عن ارادة المخزن وليس عن ارادة الشعب بالرغم من ان هذه الانتخابات تتم في اطار مصرحيات ينقال من خلالها على ان الشعب هو اللي صوت في هذه الانتخابات المال ثم المال الذي يستعمل في هذه الانتخابات هو مال المخذرات ومال الصفقات المسروقة وليس مالا حلالا كما يفترض الانتخابات لا يجب ان تمول من الاموال الحرام انما يجب ان تمول بالبرامج الانتخابية مبدعيا وهذه البرامج الانتخابية يجب ان تنفذ اذا المغرب ليس دولة المغرب بقناعة انا الشخصية المغرب ليس دولة ولا يمكن ان يرقى الى مستوى دولة ما دام هؤلاء الذين يحكمونه اليوم هم النظام العلوي ونتحداكم في اي مستوى نقش معكم اي مستوى من مستويات الدولة وانا اعرف عن كواليست الكزريبة وعشت داخل مؤسساتها واعرف وزراءها شخصيا وحاورتهم في البلاطو مرات عديدة واعرف رؤساء حكوماتكم واعرف كيف تشتغلون واعرف كيف تشتغل الوزرات وكيف تشتغل المؤسسات وانا لا اتحدث ابدا من فراخ انا اتحدث بناء على تجربة حياة اما انت فيمكن ان تقيم هذا الوضع اللي تشوفه من خلال ما تشاهده عبر وسائل الليلة اما انا فقد دعو قلت انا كنت قريبا منه مباشرة في هذا السياق يمكن ان اقول لك بالمختصر على ان المغرب ليس دولة ولا يمكن ان يكون دولة ابدا لماذا لن يمكن ان يكون دولة لان هناك ملكية شمولية تتخذ من القرار السياسي حكرا لها لا تسمح ابدا في من يشاركها في اتخاذ القرار السياسي اذا فيما يتعلق احنا زريبتكم بغيتوا تزرعوا فيها احتى باطاطا ولا اللفت ولا الخشاش ولا زرعوا فيها اللي بغيتوا لكن لا تتطاولوا على الدولة الصحراوية لا يسمح لكم بان تتطاولوا على الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهاب ولا يسمح لكم بان تتطاولوا على القضية الوطنية الصحراوية ولا الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لانكم اذا ارittelتم ان تقوموا وبذلك عليكم أن تشلوا في فامكم ملايير المرات قبل أن تتطاولوا على القضية الوطنية السحراوية لبالح فصلت لكم بعض النقاط الأساسية من تشكيل الدولة السحراوية وبالأساس قبل ذلك من الجبهة الشعبية لتحليل ساق الحمراء وعادة الثهب واليوم نمشي للمراحل الموجودة في القضية واللي البارح لخصناها في أربعة مراحل قلنا مرحلة الدفاع الإيجابي ومرحلة هجوم الشهيد الولي ومرحلة هجوم هواري بومدين رحمة الله عليه ومرحلة هجوم المغرب العربي الكبير إذن هذه هم المراحل الأربعة التي تكلمنا عنهم بشكل عام البارح ولكن الآن نتخص في كل مرحلة ونحاول ندخل عمق كل مرحلة ممكن يطلب من هذا الأمر ربما حلقة ثانية ما هو مشكلة ولكن أعدكم على أننا نشتغل على تقارير من هذا الحجم ونشكر الإخوان ونشكر كل الأقلام التي تكتب هذه التقارير وتعدها جزاها الله خيرا بكل احترافية ومن ضمنهم الأخ خاطري مبارك المقاتل الصحراوي اللي البارح شفتوا بأننا قد نشرنا بأنه في رحلة علاج مع زوجته في الجزائر العاصمة نتمنى إن شاء الله لها الشفاء العاجل ونتمنى منكم كاملين على أنكم تدعوا معه بشفاء زوجته لأنه في الحقيقة يقوم بعمل بطولي كبير جدا في تقريب هذا التاريخ من الجميع إذن مرحلة الدفاع الإيجابي المرحلة اللولة مرحلة الدفاع الإيجابي هذه مرحلة الدفاع الإيجابي هي عبارة عن بداية تكوين جيش التحرير الشعبي الصحراوي يعني هذه انطلاقة الجيش الشعبي الصحراوي وتمثلت مهامه الرئيسية يعني مهام الجيش الشعبي الصحراوي مهامه في الدفاع عن المواطنين عن الصحراويين الفارين من بطش القوات الغازية لدخلت إلى الصحراء الغربية تداء من 31 من أكتوبر 1975 ونقلهم إلى أماكن آمنة كثير من المغاربة ما هو عارف كيف يحتل المغرب الصحراء الغربية في نهاية أكتوبر 1975 ويعتقد على أن المغرب جاء بنا الورود يعني جاء حامل معها الورود ويوزعها على الصحراويين ولكن المهم على أنكم ترجعوا لعبارة استعملها المقبور الحسن الثاني في إحدى خطبه بمناسبة ما يسمى بالمسير السوداء حينما قال إذا ما لاقيتم الإسبان وهو يتحدث طبعا إلى الجوعة والحفيانين المغاربة الذين جاءوا للصحراء الغربية إذا ما لاقيتم إسبانيا سواء كان هذا الإسباني مدنيا أو عسكريا تكلم عن الصحراء الغربية فعانقوه يعني حضنوه وأدخلوه إلى خيامكم واقتسموا معه الزاد فليست لدينا أي مشكلة مع الإسبان هذا طبعا ليس باحترام المصطلحات فعلا لمستعملة في هذا الخطاب ولكن مفهوم خطاب الحسن الثاني على أنه يلجح في المغاربة اللي جاءين لاحتلال الصحراء الغربية راحنا ما عندنا مشكلة مع الإسبان بالعكس دخلوهم ووكلوهم وشربوهم في خيامكم وإذا ما لاقيتم غير الإسبان مشكون هم اللي في غير الإسبان في أرض الصحراء الغربية ما هم كينين الجنون الحمر ولا الحيوانات المفترسة ولا شيء شعب آخر ولا الجزائر كما يدعي نظام الاحتلال المغربي ولا شيء دولة أخرى موجودة في الصحراء الغربية اللي موجود في الصحراء الغربية هو الشعب الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي إذن لما يقول حسن الثاني راهوا إذا كان هناك وإذا ما لقيتم من غير الإسبان اللي هو الشعب الصحراوي فإن جيش الباسل هنا معناه على أن هناك تهديد صريح بقتل الصحراويين باستعمال الجيش وليس قتل الإسبان الذين يحتلون الصحراء الغربية هذا أدرك أي حمار في المغرب حمار حمار وليس بشر شعر أزاد ما أحبه سأله خلي البشر الحمار الحمار إلي سوناه في المغرب والله حكينا له هاي القصة قلنا له يا الحمار في حال أنه محمد الحسن الثاني أخذك في شاحنة ركبك في شاحنة وأعطاك العلف وأعطاك التبن باش ما تموت من الجوع في الطريق وقال لك بأنك ستذهب إلى أرض من أجل تحريرها وقال لك على أن هذه الأرض هي أرض يعني فيها صحراويين وقال لك على أنه فيها قوة استعمارية حتى هي كذلك محتلتها كإسبانيا وقال لك إذا التقيت مع هذه القوة الاستعمارية فإنك مضطرع لأنك تفكلهم وتشربهم وتدخلهم الخيمة وإذا لقيت هذو كصحاب الأرض رانحنا جيشنا الباسل هنا موجود لا يقول لك الحمار هذا الحمار الحسن الثاني يضحك علينا وردنا حمير هذا حمار في المغرب هذا حمار في المغرب خلي البشر خلي البشر خلي البشر ليعتبر رأسه بشر لهذا الله حمار ما عنده علاقة بالبشر خلقه الله حمارا من نهار اللي جاء لهذه الدنيا جاء حمار لما تحكي له هذه القصة له يقول لك إن هذا الحسن الثاني حمار ويضحك علينا احنا وردنا حمير فهل أنتم مستعدون أن تصفوا أجدادكم الذين شاركوا في المسيرة السوداء بالحمير نتمنى على أن تكون عندكم الجرأة وتسموا الأشياء بمسمياتها وتقولوا بأن أجدادنا كانوا حميرا حينما ذهبوا مع الحسن الثاني لاحتلال الصحراء الغربية ونحن اليوم حمير والله حفدت الحمير اللي كانوا في عهد المسيرة لأننا لازلنا نؤمن بما أمن به أجدادنا الحمير الذين ذهبوا حفاة عورات للصحراء الغربية لأجل شرعنة احتلالها نحط نقطع فهذا سمونا رجعا للصدر إذن دخول الاحتلال المغربي إلى الصحراء الغربية ما كان دخولا سلميا ما كان دخول سلمي كان دخول عسكري المسيرة كانت فقط غطاء بشي غطي المقبور الحسن الثاني على إجرامه في الصحراء الغربية وهذا الشي ما يقوله لكم وما يكتبوا عنه وما يسمحوا أبدا لأنه حد يتناولوا لأنه لا تناولوا لا هي وعي الشعب المغربي إذن الدخول كان دخولا عسكريا وكان دخول من منطقة جديرية وهذا الدخول العسكري يعني أول نقطة عسكرية دخل منها الجيش الملكي الغازي إلى الصحراء الغربية من شمال الصحراء الغربية هي في منطقة جديرية ووقع أول الالتحام بين المقاتل الصحراوي اللي دافع عن أرضه واللي ما يبيع أرضه واللي ما يضحك على الشعب المغربي الصحراوي واللي ما يخطب في الحمير بشي يقول لهم تعالوا هون وتعالوا ليه بدون منطق هذا الجيش دافع عن هذه الأرض وتصدى للاحتلال المغربي مرحب سألهم الشريف إذن وقع تصادم وقع أول احتكاك أول معركة أول المعارك العسكرية بين الجيش غازي خلى الصحراء الغربية 92 سنة وهي محتلة من طرف إسبانيا وما ظهر له يمشي حررها بالجوعة إلا في 75 وهذه كذبة القرن كذبة القرن وإحنا اليوم من أجل طبعا فضح هذه الكذبة إذن الجيش الشعبي الصحراوي لما جات هذه القوات الغازية باشتدخل الصحراء الغربية فهي قد شرعت في إيذاء الشعب الصحراوي لما نشوف الجيش الشعبي الصحراوي أن المدنيين الصحراويين يعتد عليهم وهم في خطر ما هي مهمته؟ مهمته وحماية هذا المدنيين الصحراويين ونقلهم إلى أماكن آمنة تصدي للجيش الغازي وفي نفس الوقت القيام بنقل هؤل المدنيين إلى أماكن التي تعد بعيدة عن جيش الاحتلال المغربي طبعاً لما نقول مناطق الآمنة في الصحراء الغربية فإننا نتحدث عن مساحات أو مسافات شاسعة هذه يمشي 20 كيلومتر والله 30 كيلومتر فيها لوتوروت والله فيها طرق السيارة المعبدة لا 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 هذه طرق في الوديان طرق طرق سحراوية بعض المرات يعني السيارة تحل لك في الرمل يعني كان غروف صعبة جداً 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 عاشها منها عاشها الشعب الصحراوي ما هي اللي خلت هذا الشعب الصحراوي اليوم متمسك بوطنه ماشي بحال الشعب الحمير اللي يوكل علف اللي يعتقد على أن الحياة سهلة وبسيطة وعلى أن الحياة هي مختصر لأكل والشرب والنوم لا هذا الشعب كانت عنده قضية وعاشها بتفاصيلها إذن لما كان بغاء الجيش الشعبي الصحراوي يحميز المدنيين الصحراويين اللي كانوا في خطر كان يواجه ياسر من الأمور اللي هي صعبة ميدانياً ولكن كان يتغلب عليها باش بالعزيمة لأنه نتحدى واحد منكم على أنه يمشي بسيارة ناقل فيها المدنيين فيها عجائز فيها شيب فيها أطفال فيها ناس يعني ما كان عندهم حتى الفرصة باش يجمعوا المواد الغذائية باش يكملوا طريق وكانوا يمشوا مسافات أربعة شهر خمسة شهرهما في الخلال بدون جي بي اس بدون الاهتداء حتى على الطريق من أجل باش ينقذوا حياتهم وهذه الجرائم التي ارتكب الحسن الثاني كل حد دافع عن الاحتلال المغربي سواء كان عميلاً صحراوياً والله كان مغربي يدافع عن هذه الجرائم سيأخذ نصيبه من الصيئات التي ارتكبها هذا النظام في حق الشعب الصحراوي يعني أنت لما تدافع على المغربية الصحرا فأنت شريك الحسن الثاني في إجرامه ضد الشعب الصحراوي أنت مجرم الحسن الثاني مجرم باستعمال الجيش باستعمال القتل باستعمال الطائرات باستعمال المؤامرات باستعمال الرشاوي وأنت مشارك في الجريمة بيعني تأييدك لهذا الإجرام الذي يقوم به الحسن الثاني في حق الشعب الصحراوي إذن مرحلة الدفاع الإيجابي كانت ستطلب على أنه يدافع على المواطنين الصحراويين وفي نفس الوقت ينقلوهم إلى أماكن آمينة حيث تعرض المدنيون الصحراويين في مناطق أم مضرقة يعني هذه المناطق التي تعرض فيها المواطن الصحراوي للخطر أم مضرقة اللي قلتها قلتها تزمور تفاريتي وتفاريتي إلى قصف همجي وحشي بالطيران يعني تصوروا الحسن الثاني في خطاب وش يقولكم هيا ستصلون الرحم مع إخوانكم هل تصلوا الرحم مع إخوانك بقصف الطائرات بقصفهم بالطائرات وش كاين شي صلت رحم بالطائرات وهذه هذه ازدواجية المفاهيم هراها عندكم توما كام غارة يعني استطاع المخزن ولأنه ينقلها لكم هذه ازدواجية المفاهيم لأن لأن الأساس الأساس في الخطاب اللي عندكم هو أساس ضعيف يعني مطلبكم مطلبكم في الصحراء الغربية ومطلب ضعيف ما عندكم شرعية شرعية التواجد في الصحراء الغربية وبالتالي ما كم عافينش من وسيلة سيطروا على الشعب السحراوي مرة توصفوه بالخائن مرة توصفوه بالمسترزق مرة توصفوه بالأخوة يعني لا حسب هواكم انتوما يعني ما عندكم خطاب واضح يا إما تعتبروا الشعب السحراوي عدولكم وتبقوا وتكلموا معها باللغة واحدة وقلوا انتوما عدانا وهيك ساعة مباح لكم على انكم تشتموا الشعب السحراوي وتتنقصوا من قيمته وتصفوه بالمسترزقي بللي انها طبعا هاي المصطلحات ليست منتاجك كشعب وانما منتاج الالة الاستخباراتية المغربية والنهار اللي تبغي تبدلها ليتبدلها يجيب لكم مصطلحات جديدة وتنقلها لكم عن طريق شوف خيخي وسائل الإعلام التشهيرية في المغرب وتصبحون يعني مرددين لأنكم تتجاوزون الببغاوية عندكم يعني الطريقة الببغاوية الطريقة الببغاوية هي تكريد ما لا تفهموه تتكرروا خلاص يعني تتكلموا ولكن بدون ما تفهم المصطلحات اللي تقول اذا انتم ما عندكم خطاب واضح ضد الشعب السحراوي هنا تعتبروهم اخوة منين ما تنجحوا ما تنجحوا لانكم تفرضوا عليهم اراتكم وتقلعونهم اراتكم بعدها تقلبوها مصطلحات قدحية انت خائن انت مسترزق انت ما تسوا ما تصلح انت كذا جمع باليستك ويمشي مثلا على الصحراوي اللي موجودين في المودل المحتلة واللي ما عجبوا الحال يجمع باليست ويمشي وانا هشكل يخصوا يجمع باليست ويمشي واش انت اللي جاي من داخل المغرب ومستوطن في الصحراء الغربية وجبت معاك واحد الساك اسود جاي فيها الباسك جاي فيه شراويتك الممسخين واللي مفروض عليك انك في يوم الايام اللي يتغاضر هذك الارض وترجع لبلدك والله هذاك الصحراوي اللي هو ابن الارض وهذه المشكلة الاستعمارية وهذا الفكر الاستعماري اللي يزرع فيكم نظام الحسن الثاني خطير جدا هو خطير عليكم انتم اللي ان الشعب الصحراوي عنده خطاب واضح وعنده خطاب واحد وما عنده خطاب متكرر ولا عنده خطاب ببغاوي عنده خطاب إلا قال لكم محتلين ثم محتلين إلا قال لكم انتم جوعاء فأنتم جوعاء إلا قال لكم مجوعين راكم مجوعين إلا قال لكم مفقرين والله مجهلين فهو يصف حالكم بدون على انه يمشي معاكم لاشياء اخرى وفي نفس الوقت يأكد لكم على انه مشكلته ليست معاكم انتم كشعب ولكن مع النظام السياسي اللي حرككم كيف يبغى إذن ما كيش نظام سياسي يعتبر شعب شعبه ويقصفه بالطائرات ما كيش اليوم المقبور اليوم الحسن الثاني بوحنوك هذا عديم الذمة هذا الديوث هذا الحقير اللي ينقل له محمد السادس هذا لما يشري طائرات الدرون ويمشي يقتل بها الصحراويين معنى على انه لا يعتبر الصحراويين مغاربة لانه لا يشري طائرات الدرون باش يقتل شعبه معنى على انه هو اللي فيه المشكلة وليس فهذك الناس اللي يقوم بقتلهم إذن لما تشري طائرات الدرون اليوم تحطهم في الصحراء الغربية وتقول اي شخص دخل في المنطقة الفلانية ساقتله وانت تدعي لانه هذو كرام صحراويين وله نعطيهم الحكم الذاتي وله نعطيهم ما نعرفهاش وله نجيبهم وله وتعالوا وراكم وغار غار بيكم وكذا من ذلك المصطلحات المخزنية التي لقيمة لها معنى على انك انت لا تعتبرهم مغاربة وهي الحقيقة لهم وليس مغاربة ولن يكونوا مغاربة ولن تحولهم الدرون الى مغاربة ولن تحولهم الحرب الى مغاربة ولن تحولهم حتى لغراءات الى مغاربة شوف معان مغاربة اللي عندك انت بيع فيهم والله شري فيهم ولكن بالنسبة للشعب الصحراوي لا يعتبر نفسه أبدا مغربيا واللي يبغى المغرب من الصحراويين الله إن شاء الله يحكوا في عيشاه اللي يبغى يعود مغربي من الصحراويين الله إن شاء الله يحشروا معهم ويحشروا مع المغرب ويحشروا مع الملكية ويحشروا مع السلطان ويحشروا مع كل ما يذكروا من هذه أدواتهم وآلياتهم إذن في هذه المناطق اللي هي أم مضريقة تم قصف الصحراويين القلتة تم قصف الصحراويين تفاريتي تم قصف الصحراويين في وطنهم في أرضهم بعد ما جاءوا الغزاة وقسم الطراء جاءت موريتانيا من أقصى الجنوب جاءوا جاء الاحتلال المغربي من الشمال وصبع تشرات في الصحراويين والمحصلة هو على أنه الصحراويين أصبحوا محاصرين من الشمال من الجنوب وعليهم الضغط من كل الاتجاه وعليهم الطيران الحربي التابع للاحتلال المغربي إضافة إلى الطيران الحربي الفرنسي الذي كما أكد السفير الفرنسي في الرباط وجوده ودفاعه عن أطروحة الاحتلال ومشاركته في قصف المقاتلين الصحراويين هذه الهجمات الجوية تمت بالطيران الحربي المغربي في يوم 18 ويوم 20 ويوم 23 فبراير 1976 إذن سجلوا عندكم هذه التواريخ سجلوا عندكم هذه الأرقام يوم 18 ويوم 20 ويوم 23 فالفتسعمية وستة وسبعين الطيران الحربي للاحتلال المغربي يقصف الصحراويين في القلتة وفي المضرقة وفي تفاريتي مستخدماناش مستخدما أسلحة محظورة دوليا مستخدم أسلحة أسلحة محرمة دوليا ليستعمل الجيش النظامي ليستعمل أسلحة محرمة دوليا ضد الشعب أعزل ضد النساء ضد العجائز ضد الشيب ضد الأطفال شو ممكن توصفوه؟ شنو هو الوصف المناسب له؟ ها ما يحارب جيش هذا لا يقصفو جيشا لا يقصف المدنيين يقصف ناس مساكين كانوا عايشين في أرضهم بسلام تحت الاستعمار الإسباني 92 سنة كانوا عايشين ما يعرفو مغريبي ما يعرفو إدارة مغربية ما يعرفو مؤسسة مغربية ما يعرفو شين قلو المغرب ما يعرفو الشي السلطان في المغرب ما يعرفو ملك في المغرب ما عندهم علاقة بأي مغريبي يأتيهم نار ليجيهم المغرب يجيهم بالطائرات الحربية ويجيب لهم أسلحة محظورة دوليا ويقتلوا الضعافاء منهم لأنه غير قادر أن يواجه المقاتلين أش تسمونتم هذا العمل؟ أنا بغيتكم تقولوا لي ماذا تسمون هذا العمل؟ واش أنت كإنسان حر عندك عقلك وتحب الخير لنفسك كما تحبه للآخرين وإنت إنسان ديمقراطي مع نفسك ماذا تسمي هذا العمل؟ تسميه تحرير؟ تسميه استرجاع؟ إيش تسميه؟ ماذا فعل لك هؤلاء المدنيون الذين يغادرون وطنهم مرغبين؟ أش فعلوا لك؟ شنو الخطر اللي يشكلوا عليك؟ يلا بروا أنا بغيتكم تبروا لي هذا العمل توني شي مبرر يأكد على أنه مثلا هذا المغرب عنده الحق في الصحراء الغربية وعلى أنه من خلال هذا العمل ها هو عنده الحق على أنه يقصف المدنيين العجائز الشي بمسيكينين اللي تركوا أرضهم وتركوا خيامهم وتركوا حييتهم وما عندهم كان عندهم الوقت حتى يجمعوا يعني أبسط الأغراض حتى شي وكلوه في الطريق حتى شربت ماء على أنهم يشربوها في الطريق ما تريكت لهم الفرصة ولما فروا من وطنيهم مرغمين تابعهم المقبور الحسد ثاني يقتلوهم بطائراته بأسلحة محرمة دوليا وتجي شارع علينا الاحتلال وتجي تمندخ تتعوج لسلسانك وتعوج لفمك وتعوج لوجهك وتعوج لعينيك وتحاول تزوق لي أنا هذا الوضع تجي تقول لي أنا هذا جميل وضع عادي كيف عادي تقبل على نفسك تقبل على نفسك الظلم تقبل على أنه هذو المجرمين هذو التوسعيين هذو صحاب الاحتلال يجو لشعب أعزل وتم يقتل فيه وهو يفر من وطنه تقبلها لأمك يجيها المقبور الحسد الثاني والله أباك يجيها الحسد الثاني بطائرات حربية ويجيب معها أحدث الأسلحة ويقصفها يخليهم يعني أشلأ تقبلها تقبلها على نفسك تقبلها أنت على نفسك الممرضة الشيعة اللي هي كانت أول شهيدة في هذه الأقصف كان عندها تساط عشر سنة وكانت حامل رحمة الله عليها وكانت ماشية مع هذه الجماعات المدنية بيش تعالجهم في الطريق ولما قصفت جنينها طار من كرشها طار مات جنينها وماتت هي تحولت إلى إشلاء فأسايا عادة عندكم تم الدم عادي سبحان الله الإجرام عندكم هادي مستعد أنت تشترب كاس من نتاي تعمر بالرد من نتاي تشترب كاس وتستمع إلى الإجرام وعندك أنت عادي تمشي لقه وتسمع الإجرام وتسمع في لايف الإجرام وعندك عادي تصفق الإجرام برافو برافو تحت أي مسمى هذا الأمر تحت أي مسمى تحت مسمى أنك إنسان يحب الدم ويحب الظلم كالمقبور الحسن الثاني كالمقبور الحسن الثاني كهذا المجرم الذي يحاول أن يظهر لكم على أنه إنسان متوازن هذا ليس إنسان متوازن وش الحسن الثاني تعتقدون على أنه إنسان متوازن وش تعتقدون أن الحسن الثاني أنه إنسان فيه شيء من ضرر من الإنسانية حسن الثاني كان عنده قتل البشر بحال قتل الحشرات بحال الحشرات يبقى معاه وزير 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 ويشترك معاه كل الأسرار ويعطيه حياته كاملة أحد النهار يرسل له كميون ويطحنوا في طريق مراكش منها يفكر ركو ولا في عائلة هذا الشخص ولا في حياة هذا الشخص ولا حينما يلتقي مع الله سبحانه وتعالى لأنه كان الحساب إلا ما كان الحساب في الدنيا إلا كان الحسن الثاني قد يشري محاكم العالم كامل كاينة محكمة ما قد يشريها الحسن الثاني وله يجيها صاغرا ما يحاسب قدامها اللي هي محكمة الآخرة يعني لما يعود واحد مشترك معاه كل الأسرار هو بادل على أنه يعفيه يقوله يلا هو يمشي لا يعاونك ما تتخدم معايا يلا يعاونك لا يمشي يرتب له عملية اغتيال باش يطحنوا طحنا في الطريق مراكش كيف ما حدث اللي تعرفوا جنرالات اللي تعرفوا وهلما جرا من القصص إذن ما فعله في الصحراويين هو جريمة متكاملة الأركاد لأنه في يوم 18 ويوم 20 ويوم 23 تم قصف الصحراويين المدنيين اللي كانوا فارين واللي كانوا ماشيين يعني هاربين من وطنهم بعد أن دخل عليهم الاحتلال قصفهم باش برناب طالم والفوسفور الأبيض اللي هم محظورين دوليا عن طريق طائراته ذوك الطيارين الذين قصفوا هؤلاء المدنيين سيسألون أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الإجرام الذي حدث في هذا الشعب الصحراوي وقد شهدت هذه المرحلة العديدة من المعارك يعني هذه المرحلة اللي هي مرحلة الدفاع الإيجابي أو الدفاع الإيجابي شهدت مراحل مهمة جدا وشهدت العديد من المعارك اللي هي معارك كان فيها كان فيها صحاب الحق ينتصرون معركة منقالة في الثالث عشر والرابع عشر من فبراير 1976 يوم 13 ويوم 14 فبراير 1976 يعني هذه السعر المغاربة ينتشون بالمسيرة وقد يسترجعنا وقد يسترجعنا هذه السعر المقاتل الصحراوي يحامل السلاح يدافع كيف ما هو اليوم يدافع مقاتل الصحراوي مزال يدافع إلى اليوم رغم شي كيفا كنت يستسلم رغم شي كيفا كنت يتخلى عن السلاح في أول امتحان إن المعاركة كيف الحياة الحياة بحل المعارك الحياة جوعة من المعارك يعني ما تصمد فيها وتنجح يعني ما تستسلم ولكن ما خلق الناس جميعا بشي يربحوا يربحوا كل المعارك كأن الناس لهم استسلاميين كأن الناس ضعاف جيش الشعب الصحراوي ليس ضعيفا والدولة الصحراوية ليست ضعيفة والشعب الصحراوي ليس ضعيفا والإنسان الصحراوي بطبيعته وليس إنسانا ضعيفا وليس إنسانا جبانا وليس إنسانا يعني ينهزم في أول اختبار لا هو الإنسان الصحراوي أول شيء يدرس الوضع ولا يدخل معركة خاسرة إذا عرفها خاسرة في البداية يدخل عنها من البداية ولكن ما يدخل معركة خاسرة نظام المخزن دائما عنده الحسابات خاطئة يدخل معارك ولكن هذه المعارك يخسرها وحتى لما يخسرها ما يبغي يبين على أنه يخسرها يستمر يدخل يقتاحم ويتماشي إلي يضيع راسه كان بيمكنه على أنه يوقف الحرب في لحظة معينة ويكون فيها نصف لابح نصف خاسر بدل على أنه يمشي إلى الخسارة النهائية كيف حرب الصحراء الغربية لو لا 16 سنة المحصلة بسبب اعتداد الحسن الثاني بنفسه واعتبار نفسه بأنه لا يهزم أنه أدى ب33 ألف مغربي إلى الموت في الصحراء الغربية يو 33 ألف هذا 33 ألف عندهم أولاد كل واحد عنده اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة وحسبوها وعندهم زوجة وعندهم عائلة صغيرة وعندهم عائلة كبيرة وما كل عندهم بش يعيشوا لا هذا الجندي مات من أجل هدف حققه والذيك العائلة عاشت عيشة كريمة بعده واللي وصيب وصيب واللي نجرح نجرح واللي انقطع تيدو واللي وصيب بإعاقة وصيب بالإعاقة واللي أسير أسير وهذا الشيء كامل بسبب أنه واحد مريض بالتوسع واحد لملكين مراض بالتوسع يعني اثنين ملكين الحسن الثاني ومحمد السادس ملكين مريضين بالتوسع وباغين يسيطروا على الصحارة الغربية بأي وسيلة وما فيهم واحد رشيدي قدي يعدل المجموعة من الحسابات استمروا وقتلوا الناس ظلما وعدوانا ولا قدموا حتى أبسط تضحية لو أنه مثلا قلوا ابن الحسن الثاني مات في هذه الحرب مثلا والله ابن محمد السادس مات في هذه الحرب أو أصيب في هذه الحرب أو ولد عمت المالك مات في هذه الحرب أو ولد خالت المالك مات في هذه الحرب لا يوجد لا يوجد ولا ولد شي وزير ولا شي مسؤول لا يوجد ولا حتى الشكور اللي يموت يموت البوسطاء والكادحين اللي يندفعوا دفعا لهذه المعركة الخاسرة بالنسبة له إذن معركة مقالة في الثالث عشر والرابع عشر من فبراير 1976 والتي قضى أو قضي فيها على لواء مغربي بالكمل شكرا جافر شكرا فهذه المعركة اللي كانت يوم 13 يومين 13 و 14 المقبور الحسن الثاني دفع بلواء كامل إلى الطحن طحن 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 من طرف المقاتلين الصحراويين كوبا لا ما كان كوبا شاط لا ما كان شاط كان شي أمريكا اللاتينية معاهم لا ماهم كمان المقاتلين الصحراويين وحدهم ما يكسع ولا دائما دائما وحدهم معاهم ما يكون شيء معاهم القوة الإلهية لأنه كم من فئة قليلة هذه العبارة التي تنطبق على المقاتلين الصحراويين وعلى الجيش الصحراوي فئة قليلة تهزم فئة كثيرة باش بإذن الله لأن الله لا يعين الظالم الظالم ما يعين الله يكون المقبور الحسن ثاني ديكتاتور ديكتاتور ومعاه كل قوى العالم ويجي قدام مجموعة بشرية عندها الحق ينهزم يتقطع راسه وينهزم والأمثلة كثيرة في العالم يعني اللي بغى ذوي الألباب طبعا نتكلم عن ذوي الألباب اللي ما قرأ القرآن وما شاف قصص الأنبياء وما تضلع في السنة النبوية الشريفة لا يمكن أبدا يفهم الكثير من الأشياء في هذه الحياة واللي مغالفة للعلف والوكيل والشراب والحشيش والمحية والكلام الساقط والدروبة والبراريك والواد الحار والكلام الساقط والتصرف الساقط لا يمكن أبدا على أنه يفهم ياسر من الأشياء التي تحدث في الصحراء الغربية أنا مشي بحالي أنا مشي بحالي لا بحالكم أنتوما بحالكم أنتوما اللي تربيتوا في وسط يفهموا لغة العلف ولكن ما يفهم المعارك النضالية اللي ممكن الإنسان يفهم فيها أنه الناس ممكن أن تستشهد من أجل وطنها أبما انتم مرحة عندكم واحد يموت وتمع واحد على واحد على الدرهم تخاصمه على الدرهم يكبض الموص يكبض عليه يمشي لحبس واحد يشرب الماحية يشرب الماحية مع هذا يشرب الماحية يكبض هذا الموص يكبض له يمشي للحبس لماذا داخل الحبس؟ على الماحية داخل الحبس علش؟ الجوانات هذه كارثة هذه كارثة إع librarian ما عندنا حين كانت الناس تتصارع من أجل وطنها عندها وطن دفع ليه أما غير مشغولة بهذه الأشياء اللي عندكم ولا تسقط في هذا الفخ لا تسقط في هذا الفخ حتى إلا جاء النظام بغي يحط لها هذه الأشياء باش يضيع أخلاقها ويضيع توجهاتها ما تسقط فيه يعني لماذا لأنه كان شيء قاله الفكر والإشكال اللي عندكم هي إشكالية فكرية فكرية أفرغوا عقولكم من الفكر اللي ممكن يطوركم كالشعب وملأوه بالماحية عاد الإنسان ماشي وراسه ملان من الماحية وراسه ملان من اللحشيش ويأثر عليه اللحشيش ورش أنت تكميه الحشيش بغيتها باش باش تناظر تكميه الجوانات كل نهار باش باش تناظر باش يتنور لك عقلك رغم على الوقت بغيتها على الضبع تصبحوا ضبعا آه حلفوا ماكو خلاص آه كيف هذاك اللي يطرحوا عليه السؤال راكم شفتوه نشرتو البارد سولوا تقولوا ما هو الدعاء الذي يقالوا بعد صلاة المغرب يقول لك واش بعد العشاء والله بعد المغرب لأن الإنسان ضبع في المغرب ضبع ضبع اللي ما ضبعوا الحشيش ضبعوا وسائل اللي ألا إلا ما ضبعتك إلا ما ضبعك الحشيش إلا سلكك الله من الحشيش واشراب والماحية والمصائب الكحلة الطحفة في صحافة التشهيع تبقى عبد عنده صحافة التشهيع يقول لك محمد راضي اللي ليفعل خائن صارت تبقى أنت هون مسكين غير قادر على الاستماع إلى الموضوع وتبقى تكرر نفس العبارة اللي سمعتها أنت غير قادر على أن تطرح لنفسك ماذا خان لك محمد راضي اللي لي ما أتعرف إلا قال لك محمد راضي اللي لي ماذا خان لك تقول له ما نعرف أنا سمعتها رانيجي نقولها هنا خلاص وهذا هو اللي قدركم على أنه الإنسان لما يكون واعي لما يكون إنسان عنده عقل عنده كل شي إلا ما كنت واعي يا ولدي والله وتعود عندك ملياردير تعود ملياردير الموت مالحبا وسهلا وقال عندك ملياردير والفيلات والسيارات وكمان ولكن مخك ما فيش لا تفيد البشرية انت عب على البشرية لما تكلم عن البشرية تكلم عن البشرية اللي هي مفيدة للآخرين إذن قضي على لواء كامل يعني مجموعة عسكرية بآلياتها بجيشها بجنودها براداراتها باتصالها بكل شي أبيدت بسبب جسارة المقاتل الصحراوي هذا يوم بركة مرحبا وسهلا هذا يوم أيهاش 13 و14 1976 هل حكوكم هالشي ما يحكوه لكم لأن هذا التاريخ يؤلي من نظام المخزن معركة جبال تكات التي دامت 12 يوما 12 يوم معركة التي دامت 12 يوم والتي حاولت القوات المغربية فيها القضاء على قواعد الجيش الصحراوي بوادي الساقية الحمراء ولكنها فشلت 12 شهر 12 يوم وحميدة اللي جاي من الدوار ومخلي ولاده في الدوار تحت مسمى الوطني المزيفة والحسن الثاني يتكسل في القصر ويأكل الكافيار ويأكل فواكه البحر ويأكل الشواء ويلعب في لابيسين وولاده في المدرسة المولوية وهذاك الكحي تمسيكين المدوخ بالوطنية المزيفة قابضوا الصلاح يقول لك سنقضي على المرتزقة سنقضي على المرتزقة الوطنية أحد الدفاع عن الوطن ولماذا لم يأتي الحسن الثاني للدفاع عن الوطن على ما يجري يدفع أنت على الوطن يخلي لابيسين ويدفع معك أنت على الوطن يك هو القائد الأعلى لقوات المسلحة الملكية لماذا لا يأتي لوزير حتى هو ويحمل معك أنت السلاح ويموت معك حتى أنت فالدفاع عن الوطن لماذا أنت تموت على الدفاع عن الوطن ويبقى هو يتكسل وراك لماذا لأنه الراس فارغ لأنك أنت ندوخ أنت راسك لا في شي لأن ندوخ الإنسان اللي ما عنده الكفاءة الفكرية بيش يقرأ الواقع بشكل إجمالي يبقى مسكين محصور في الفكرة اللي يعطاهه عقل العصفور يقول الوطنية هاك الوطنية دي معاك الوطنية شن عندنا نبل وطنية يعقبض أنت الوطنية وعطيني أنا القصار في الرباط قليني أنت برع في القصار وإقبض أنت الوطنية اديها معاك يعني لا يتستشهد يقول مش يستشهد أنت الحسن الثاني مش يستشهد ضد المرتزقة ودي معاك أنت الاستشهد كيف ما قال عادي الإمام ذيك السعبين قالوا تطلع الفوق ولا تطلع التحت قال لهم أنا نطلع الفوق قالوا يا وقالوا خلونا يلتحت وطلعون تم الفوق لا قالوا أنت أطلع الفوق إيمانك أنت بيشكوك فيه نفس القصة نفس القصة هذا يعني يضحك على الملايين من المغاربة يزرعون لهم الوطنية المزيفة ويبرمجوه على الوطنية المزيفة ويطلقوه ويتم حامله وفراصه الوطنية وشك عنه هو مسكن هاي المغرب كامل وهو مسكين ما عنده فيه حتى منين يبات هذا المغرب كامل ما عنده فيه متر يبات فيه وذوق اللي ضحكوا عليه بالوطنية ذوق متنعمين بمئات الهكتارات من الأراضي والقصور والامتيازات والأموال وفي الليل يضحكوا عليهم يقولهم راح نضحكين على الشاب إذن في هذه المعركة 12 يوم والجند المغربي المدوخ المسكين هو عايش ينتظر يهزم المقاتل الصحراوي في واد الساقية ولكنه فشل في وادش في واد الساقية وإلى جيت تشوفوا هذوك المقاتلين المغاربة والله الجند المغاربة اللي جايين باش يحاربوا المقاتل الصحراوي تسولوا منين جاي خميسة منين جاي انت خنيفرة منين جاي انت تاز منين جاي انت تون منين جاي انت من العريش منين جاي انت من وزاد منين جاي انت اجابك هون لماذا جئت إلى الصحراء الغربية اجابك لهذه الأرض هل تعرفها لا من نعرفها تعرف تضارسها من عرف تضارس تعرفو ديانها من عرفو ديانها اش يجابك لهزة جاءتني الخبزة عندي الله الخبزة أنا جاءت الخبزة قلت الوطنية مات الوطنية كان شي مغربي يمشتل ويمتلقائي نفسي يدفع لهذه الأرض من 75 اليوم من هذا حامل السلاح داخل وسط الجيش فقط باغي باش يدفع عليها ولا كاي شي جندي مخلص أبسط ثمن في العالم أبسط راتب يقبض الجندي في العالم هو الجندي المغربي يحارب لهذه الأرض لا يوجد ما هو خالق لماذا؟ لأنه ليس صاحب الأرض السحراوي المقاتل السحراوي ما يتخلص ما عنده راتب المقاتل السحراوي ما ينتظر قراد المقاتل السحراوي يمشي من الخيمة وفراسه على أساس أنه لن يعود إلى أولاده هذا هو المغربي حتى أنه محكوا لي أنه جنود مغاربة يقول لك لأنه لما يعني تشتد المعركة يعني تبدأ المعركة قال لك يعني لما يصاب المقاتل السحراوي ويبقى يعني تدخل وساكرات الموت يشاهد يشاهد يرفع سبابته ويشاهد لله سبحانه وتعالى إلى انتفذ روحه طهراء الجندي المغربي ماذا يقول جندي المغربي حينما يصاب في المعركة وحينما تدخله الموت مثلا ها؟ شي يقول أمي 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 لا يتذكر إلا أمه لأنه ربما لا يعرف أباه يعني ما يتذكر حتى الأباه ذكر الأمه وهذه علاقة هذه الزريبة مع الأم خطيرة جدا خطيرة لا تتوفر إلا في المغرب يعني نشوف شي دولة أخرى الإنسان يتذكر بهم في الزريبة يذكر الأمه سبحان الله لأن أمه هو اللي يعرف ويتأثر بأمه ويخدم على أمه ويعطي الأمه ويكبر بأمه وأباه لا أباه لا وجود له ما كاين الأب بالروم أن الأب يعني هو لك والأسرة وهو اللي رب وهو اللي لبس وهو اللي ربط وهو اللي درس وهو اللي جاب هذيك باش تقعد أم لهذك الأولاد لا يقصى الأب بل علاقة لا بين الأم والأب نعم وهذا الشي روح عندكم ما تشوفوا فيديو الآن يأتي من الزريبة ما تكلم فيه ما تكلموا فيه الأشخاص عن أمهاتهم ولا يتكلمون عن أبائهم ولاحظوا هاي المراحلة بايتكم تردوا البال الفيديوهات اللي ينشروا وشوفوا واش فيهم واحد يتكلم على على أباه أبدا حتى حتى محمد السادس لما استقبل المنتخب الملقط من أوروبا من أوروبا ذاك النهار اللي شارك في كأس العالم في قطر قال لهم جيبوا معكم أمهاتكم يبنينهم الآباء ما عنده ما يعدل بالآباء حتى الصورة الجماعية فيها الأمهات حط يدهو على هاي المرة من هون وحط يدهو على هاي المرة من هون ويصوروا لا مشي بزاف علية أنا نتكلم معاك بالواقع الملقات اللي بزاف علية ولا فهم بزاف علية الكبير مرحبه السلام قال عياش هرا مشي قديت بزاف ولا مات بزاف هذا رأي ينقل له الواقع هذا ينقل له الواقع جيبي لي صورة محمد السادس مع المنتخب المغربي بعد كأس قطر فيها أباء هاوك اللاعبين مع أمهاتهم وأنا بزاف علية المغرب بزاف علية المغرب أنا اختيمان قار الرأس يقع أصلا بالمغرب يكون بزاف علية والله ما هو بزاف علية أنا نحكي لك ما تعيشونه حتى في الحرب لما يصاب المقاتل الصحراوي يستشهد لما يستشهد يرفع سبابة لله سبحانه وتعالى ولا يتذكر لا أمه ولا أباه لأن الأم والله الأب اللي ما هو لا يجيب لها الشهادة ولو لا يجيب لها يعني حسن السيرة ما عندها قعمة عدل به بينما المغربي ومي 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 اللي موت هذه كالشهادة اللي ينطقها الجندي المغربي واللي بغى اللي بغى يعرف هذا الشي بشي يسول الجنود المغرب شوف المتقاعدين يسولهم يقول لهم واش هاي النقطة اللي أثار فلان بالفلان هل هي صحيحة أم لا لا يقول لك صحيحة إذن هذا اللي تصداوا اللي هم المقاتلين الصحراويين تصداوا للجيش المغربي 12 يوم ماذا أثبتوا أثبتوا على أنهم أصلا هم أصحاب هذه الأرض وعلى أن المغربي اللي جاي من وسط المغرب جاء أجيرا عند الحسن الثاني يعني كراه الحسن الثاني أعطاه راتب الحسن الثاني وأعطاه يعني أعطاه لحظة نسينا له واحد أعطاه يعني أعطاه راتب بسيط يعني قليل راتب صغير بسيط لا يكفي حتى ليصد رمق رمقه من الجوع يعني أعطاه يعني أعطاه راتب هزيل جدا من أجل باش من أجل باش يخدم عنده في الصحراء الغربية يعتبره جنديا معركة لقطيفة بالجنوب المغربي وخسرت القوات المغربية فيها ما يزيد على خمسة وأربعين جنديا معركة لقطيفة التي سقط فيها خمسة وأربعون جنديا مغربيا من أبناء الكادحين والكادحات في المغرب من أجل باشيء ثبت أن الصحراء الغربية مغربية معركة ما بين حوزة والصمارة أسير فيها النقيب المغربي الطاهر الطاهري طاهر الطاهري معركة قلتة زمور أسير فيها النقيب المغربي الزقاي مهمون الزقاي وبعض من جنوده بالإضافة إلى معارك الرغيوة والمطلاني والحقونية والجشيرة وتفودارت كل هذه المعارك كانت مؤشرا على بداية مرحلة مرحلة الإيجابية أو مرحلة الدفاع الإيجابي أما على الجبهة الجنوبية هذا نتكلم الآن لما كنا نتكلم كنا نتكلم عن الجبهة الشمالية اللي فيها الجيش المغربي الغازي اللي جاي جاي بأمر من المقبور الحسن الثاني باش يدخل للصحراء الغربية يعني جاء على أساس أن يحتل للصحراء الغربية ولكن بسبب القسمة اللي قلنا قسمة على المستوى الصحراء الغربية قسمتها على نصفين بين الساقل الحمراء اللي نالها الحسن الثاني ووادي الذهب اللي ناله نالته موريتانيا كان على الجيش الشعب الصحراوي أن يواجهها في تجاهي في الشمال وفي الجنوب في الشمال وفي الجنوب أما على الجهة الجنوبية فيمكن ذكر صمود القويرة لمدة عشرين يوما القويرة لمدة عشرين يوما شمين القويرة واش القويرة اللي يردوها العياشة لا لا مش القويرة اللي يردو العياشة اللي أنها أصلا العياشة ما يعرفوا قاعدين كين القويرة أين توجد القويرة العياشة أين توجد القويرة العياشة فمخكم معدل لح القويرة عندكم معدل لح مخلطة معدل لح في الرأس فيكم حد شاف القويرة العيش ماليكم شاف القويرة ماليكم ماليكم الحسن الثاني شاف القويرة محمد السادس شاف القويرة فبعدا ما شاف القويرة وما وراء يشوف القويرة وانتما ماكما يشوفوا القويرة انتم تباتوا تحلموا بها ليتموا سلو ريوبكم على القويرة ولكن لن تدخلوا للقويرة لأن القويرة أرض صحراوية وليست أرضا تابعة للزريبة إذن معركة القويرة على المستوى الجنوبي طبعا لما نقول القويرة القويرة هي على مشارف موريتاني المشارف نواذيبو كل مطرات بسيطة فقط على نواذيبو الموريتانية إذن فيمكن ذكر صمود القويرة لمدة عشرين يوما ومعارك المقرين ومعارك الزويرات ومعارك قور العاديات ومعارك قور المدي البح ومعارك تويرين وطبعا الهجوم التاريخي الهجوم التاريخي لأن المقاتل الصحراوي إذا آمن بشيء ما يردوش يعان عن إيمانه عن تنفيذ إيمانه وطبعا الهجوم التاريخي على نواكشوت العاصمة الموريتانية الذي غير مجرى الأحداث على تلك الجبهة يعني مشال جيش الشعب الصحراوي ومعاه الشهيد الولي مصطفى السيد رحمة الله عليه إلى مشارف نواكشوت كبسوا رجان كبسوا وشيروا راه اللايف على السينية اللي يبدو تكبيس ضعيف عندكم خمسين ألف تكبيس ضعيف بعد ساعة من اللايف وخلاص أنتم أصحاب اليوتيوب خلاص في هذا الهجوم الذي نفذه الجيش الشعبي الصحراوي ضد نواكشوت ضد نواكشوت اللي أنكم أنتم باش يتعرفوا التاريخ مش يتعرف أنتم يختصر لكم تاريخ الصحراء الغربية في كلمتين أو ثلاثة ما يستطعوا يحكو لكم ما يستطعوا يفصلوا لكم هذا التاريخ ما يستطعوا يبلغوكم بهذا التاريخ وبالتالي يعني تصبح يصبح عندكم التاريخ هو كلمتين أو ثلاثة على أن هذا الهجوم التاريخي على نواكشوت العاصمة الموريتانية غير مجرى الأحداث على تلك الجبهة والذي سقط فيه أو ارتقى فيه مفجر الثور الشهيد الحرية والكرامة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ودهب بتاريخ 9 يونيو 1900 1976 رحمة الله عليه إذن متى استشهد مفجر الثورة هون باش تعرفوا شوفوا شوفوا من يعني يحمل هم قضية وشوفوا من يحمل هم القصور المقبور والثروات المقبور حسن ثاني يدعي أن الصحراء الغربية مغربية وضحك على الملايين من المغرب وركبهم في الكاميو وجابهم من الصحراء الغربية إلى الطح ولم يدخلوا الصحراء الغربية وضحك عليهم واستحمرهم واستبغلهم ولم يأتي معهم ولم يشارك معهم في المسيرة الكحلاء المقبور حسن ثاني ما شارك في المسيرة الكحلاء جلس في أقادير وانتظر يخبط على ظهاركم أنتم الملايين وأنتم ماشيين العبيد تمشي تحاربوا في قضية لا علاقة لكم بها وإحنا الآن نحاول على أن نخلصوكم من هذا الفكر هذا الفكر نخلصوكم منه نقلعوكم منه باش تنفتح عندكم الرؤية تعدوا تشوفوا الأمور كما يجب وأن ترواها في الواقع فالشهيد الولي رحمة الله عليه كان هو المتقدم في المعركة ماشي يجلس هو في يجلس في الخيمة وقال الناس مش أنتم وتحاربوا لا بعدا شا أحمل السلاح مع الناس مع المقاتلين مشا يقدم أروع مثال على القائد الزعيم الذي آمن بفكرة ومش نفذها مش بحل الملوك الذين يرسلون الفقراء والمدوخين يقولهم مش يتموت على هذه الأرض إذن تاريخ استجهاد الولي رحمة الله عليه هو يوم 9 يونيو 1976 يوم 9 يونيو 1976 176 مرحلة الشهيد الولي وهذه المرحلة يعني هذه المرحلة الثانية لكن تأقل المرحلة الثانية مرحلة الشهيد الولي هذه المرحلة عرفت تنظيم الجيش الشعبي الصحراوي إلا كان إلا حسيت أعلنكم المعلومات كثيرة ممكن نوقف الحلقة هنا ونستمر في الجزء الثالث إن شاء الله لأنه ما زالت معلومات كثيرة أنتظرت عليكم إن شاء الله إلا حسيت أعلنكم بعد ساعة ممكن وفعلا يعني مشاهدة ساعة ليست هي كمشاهدة ساعة ونصف أو ساعتين لطيفة أمين أمين الله يشافينا وشافيك إن شاء الله الله يشافينا وشافيك إن شاء الله نتظروا تعالى نواصلوا بالعكس إذا نكمل المرحلة الشهيد الولي إذا المرحلة الشهيد الولي هذه المرحلة عرفت تنظيم جيش تحرير الشعبي الصحراوي يعني نتاقل الجيش الشعبي الصحراوي إلى مرحلة تنظيم هذا الجيش في قطاعات جغرافية يعني توزيعها على قطاعات جغرافية وحاولوا تكبسوا العياش لا يسينيال العياش مساكين سينيال 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 جيش على مرحلة يحارب اللايف على الأقل في التكتوك هما اليوتيوب خلاص إذن معركة الشهيد الولي هذه المرحلة عرفت تنظيم جيش تحديث الشعب الصحراوي على قطاعات جغرافية حسب النشاط الموكول لكل تشكيل على حدة يعني كل تشكيل عندها قطاع جغرافي معين فظهرت القطاعات التالية الجنوب الشرقي الجنوب الغربي قطاع الوسط قطاع الشمال وقطاع الشمال الشرقي إذن هذن هذن هما القطاعات اللي تنظم فيها جيش تحري الشعب الصحراوي ووزعها بشي يشتغل فيها دفاعا عن الوطن مش بحال جيش الحماري وقد طبع هذه المرحلة اشتداد المعارك يعني المعارك هناك اشتدت في المرحلة جديدة اشتدت المعارك وبدأت بدأ توسيع رقعة الحرب يعني رقعة الحرب ومجال الحرب أصبح يتوسع لتشمل كل التراب الموريتاني كل التراب الموريتاني لماذا التراب الموريتاني السؤال اللي ممكن يطرحوه بعض العياشة لماذا التراب الموريتاني لأنه ما ننساو على أنه في اتفاقية مدريد اسبانيا أطعت تسيير الصحراء الغربية وزع تسيير الصحراء الغربية على طرفين على المغرب وموريتانيا على الاحتلال المغربي وعلى الغزو الموريتاني صحراء مغربية لا لا ما هي مغربية لو كانت مغربية ما توزع على دولتين لو كانت الصحراء الغربية مغربية لكان المقبور الحسن الثاني دافع عنها لوحده وما سمح على أنه يعطى جزء منها لموريتانيا وما سمح بأن يصدر ظهير ملكي في أبريل 1976 يقول على أن الصحراء على أن إقليم واد الذهب وإقليم موريتاني لو كان يعني من المقبور الحسن الثاني بأن هذه الأرض مغربية عكس ما يقول لكم لما كان أصلا فرط في هذا الجزء منها لهو واد الذهب لذلك الحرب امتدت إلى داخل موريتانيا لأن موريتانيا احتلت إقليم هذا الذهب الصحراوي التابع للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اللي هي دولة الصحراويين التي تدافع عن تحرير الصحراء الغربية من الاستعمار إذن إذن شملت هذه المرحلة توسيع رقعة الحرب لتشمل موريتانيا كل التراب الموريتاني وأقصى جنوب المغرب شنو أقصى جنوب المغرب طاطا آقا هاي المناطق اللي موجودة في أقصى شمال المغرب لماذا لأنه احنا تم الاعتداء على أرضنا من طرف المغرب احنا ما اعتدنا على أرض المغرب احنا ما طمعنا في قدير احنا ما بغينا لا قدير ولا الضربضة ولا مراكش ولا ادعينا بأن نطنجلنا ولا أي مدينة مغربية ولكن أرضنا احتلت من طرف هذا الاستعمار وبالتالي من حقنا أن ندخل حتى يعني المناطق اللي هي في أقصى جنوب المغرب على ماذا يدل ذلك على الشجاعة على الشجاعة على ماذا يدل على الجبن ها ها سمعت بارح البارح سمعت سمعت في لايف أحد الجبناء أحد الجبناء أحد المعامي المخزني قال لك ها نحن المغرب إلى بغي نحن بوليساريو ساعتين 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 بارح ساعتين يا ولدي ساعتين يا ولدي ما تكفيك حتى باش باش يشرب من الماء ساعتين يا ولدي لو كان لو كان جي الشعبي الصحراوي يريد أن يدخل زريبتكم أنتم زريبتكم زريبتكم يدخل زريبة يلاع عندكم لا فعال إذن قلنا لأنه تبسعت المعركة التي تشمل كل التراب الموريتاني وأقصى جنوب المغرب اللي هو هيك المناطق اللي ذكرت فعلى الجبهة الموريتانية نسجل عدة معارك يعني على مستوى الجبهة الجنوبية نسجل المعارك التالية معركة قلايبات رقلية التي أسر فيها أكثر من 56 جنديا موريتانيا معركة الزويرات في الأول من مايو 1977 التي أسر فيها متعاونون فرنسيون بمناجم الحديد وهذه القصة عندي فيها بعض المعطيات وعلى رأسها أنه هذا يعني قارب أو ما يسمى بالقارب أو القطار الذي ينقل الحديد من الزويرات كانت تؤمنه فرق عسكرية فرنسية فرق عسكرية فرنسية كانت تصاحب القطار وكانوا جنود فرنسيين كذلك يعلون القطار يعني كانت القوة التي تقوم بحراسة القطار موزعة على طرفين تحت وكذلك في أعلى القطار فجاء المقاتلون الصحراويون وأسروا متعاونين فرنسيين أسروهم وقضعوا معهم أيام وهؤلاء المتعاونون الفرنسيون لما أفرج عنهم لما تم الإفراج عنهم ماذا قالوا في حق المقاتلين الصحراويين في البداية كانوا يقولهم بأنه قتل وإرهابيون ويقتلون ويفعلون وكذا ولكن لهم ما قضوا أيام مع المقاتلين الصحراويين قدموا هذه الشهادة وقالوا إننا قد وجدنا أناسا ثوارا يدافعون عن وطنهم وما آذون بل وعاملون معاملة طيبة وبالتالي فإننا نحترم حقهم في الدفاع عن وطنهم هذه هي الشهادة التي صدرت عن هؤلاء المتعاونين الفرنسيين هذه الشهادة هي اللي قلت لكم على أنه ويسام يمكن أن يحمله من يريد أن يحمل بوليزاريو في قلبه اللي بغير يحمل بوليزاريو على قلبه في قلبه وبغير يقول لأنه أنا أنتمي للبوليزاريو فعليه أن يفخر بمثل هذه الشهادات التي تأتي من الذين يعني كانوا في هذه المعركة وأسروا من طرف المقاتلين الصحراويين واكتشفوا وكتشفوا وكتشفوا الوجه الحقيقي للجبه الشعبية لتحريج السقي الحمر ودى الذهب قالهم لا احنا ما شفنا فيهم لا إرهاب ولا قتل ولا أذية ولا العكس لقد عاملونا معاملة طيبة وهذا هو اللي قلت لكم هذا هو اللي ينتصر مع الجهال هذا هو الأسلوب الذي ينتصر جاك جاهل سبك قال لك كلام ساقط خلي سيحصد ما أنتش الجاهل لا بدل يحصد لك شي اللي ينتش الجاهل لا قيمة ما تخاف منه الجاهل ما تخاف منه الجاهل مسكين هكذا شي لطالله هذا هو مبلغ علمي حد العلم اللي عنده هو هذا لا تنظر إليه إلا بنظرة الشفقة قاله لا بد له أن يفهم قاله لا بد أن يفهم القصة لا بد له وأن يفهم جرمه في حقه كذلك هؤلاء الذين يهاجمون القضية الصحراوية لا بد في يوم اليوم أن يفهم جرمهم في حق هذه القضية وكل من ساند النظام الدكتاتوري في المغرب سيفهم فيهم الأيام يعني جرمه في حق الشعب الصحراوي كيف ما هذو الجنود المغاربة تشوفهم اليوم يفترشون الكارتون قدام البرلمان ويعانون في بيوتهم وتجيهم أمراض غريبة ويعيشون الظل والهوان يروا يجلس مع نفسه ويقول والله ماذا فعلته في حق هذا الشعب الصحراوي لا يكتشف على أنه قد آذى وبالمناسبة نفتح لكم قوس نقول لكم حتى الذين يؤذون الشعب الصحراوي بالمخذرات ذو كلي الآن في الصحرا الغربية حطوا يديهم مع العصابات هل يتاجرف الكوكايين هل يتاجرف الحشيش هل يتاجرف هل يجيب الضعارة هل يكذا في النهاية في النهاية يتخلص ركع علمته بجريمة نواذيبو بالأمس علمته بها تخلص يتخلص جيب الكوكايين واستغني على ظهر الشعب الصحراوي ودمر أخلاق الشعب الصحراوي ووسخ أرضك طاهرة ووسخ خيب المخدرات ووسخ خيب الكوكايين وشري أحسن الصيارات وعيش في أحسن الفنادق وتم يعني يعطي للناس قولهم هاكو مشو خلصوا مصاري في الطب والله كذا من أموال المخدرات بجي يقول لك الناس والله اللوخير والله اللسكي والله كذا ستؤدي سمن ستخلص لأنك تؤذي شعبك لأنك تحطي ايدك مع المحتل بجي تؤذي شعبك وبجي تعتادي على شعبك وبجي تعتادي على الشباب وباش ضيع ذلك النظافة احنا باش انتصرنا بماذا انتصرنا هاي خمسين سنة على الاحتلال المغربي انتصرنا عليه بالحشيش انتصرنا عليه بالكوكاين عندنا نبيعوا الكوكاين ونشروا به السلاح وش ما عندنا نحن الإمكانية باش نبيعوا الكوكاين ونشروا به السلاح أموال الكوكاين انتصرنا عليه بنظافة المبدأ بالشرف اللي خلونا أبائنا وأوليائنا واجدادنا الناس اللي ما كانت تعرفش خاسر ما كانت تعرفش حرام ما كانت تعرف كانت تعيش بعرق جبينها هجي واحد يصبح ملياردير ويبقى يوزع في الأموال ويبقى كذا في التالي منين يزوروه في حفرة مليوح شكول اللي كتلوه ذوك حتى وما اللي مشاركين معافة إذا واحد يمشي الحبس وواحد يموت لذلك حذاري حذاري أرى أني حذر الناس اللي تعطوا لهذه الكارثة أرى أنك يا ولدي تخلص تخلص لأن هذا الشعب الصحراوي دعوته مستجابا بلا ما يدعي لك الشعب الصحراوي ما يحتاج قاعد يدعي لك كان الله يراقب كل شيء ويرتب كل شيء ويهزم الظالمين ويعيدهم إلى أحجامهم الحقيقية وينصر المظلومين إذن معركة معركة الزويرات في الأول من مايو 1977 وتم فيها أسر المتعاون الفرنسي بمناجم الحديد الموريتانية معركة سبخت أرو أرو بديل أرو بديل أرو بديل في 13-5-1977 ضد قوات مغربية موريتانية قوات مغربية وموريتانية الاثنين مشترك مشتركة فيها على لواء مظلات مغربي سبق أن شارك في حرب باشا لمساعدة نظام مبوتو السابق في الزاير معركة التصدي لحملات المطلانية المشتركة أو المشتركة عفوا المغربية الموريتانية وقوتل فيها الرائد المغربي عبد الكريم الخطابي وأسقطت فيها طائرة حربية موريتانية معارك تنشرت وآدان وتشكجة وتشيت وباسكن ومايعتق وجريف وضيب بيلال وتمميشات وشوم وانال وتشلة واسرد ونواكشوت مرة أخرى وكلها معارك تمت منين في العمق الموريتاني شكرا اللي قام بيها المقاتل الصحراوي في هذه الحالة دخلت فرنسا على الخط فهي اللحظة بالضبط دخلت واحد يقال عبد الكريم الخطابي يمكن مغربي يسمى عبد الكريم الخطابي في هذه الحالة دخلت فرنسا على خط المواجهة إلى جانب موريتانية هنا جات فرنسا ودعمت موريتانية مستخدمة طائرات الجاكوار المقاتلة ضد مقاتلي جيج تحري الشعبي الصحراوي في نهاية العام 1977 وبداية 1978 ولكن تدخل القوات المغربية والفرنسية لم يمنع من تدهور الجيش الموريتاني رغم ذلك يعني رغم هذا الإسناد الفرنسي للجيش المغربي رغم ذلك يعني تدهور الجيش الموريتاني وهوزم وتدهورت حالة البلاد بصفة عامة موريتانية مما دفع بعض الضباط العسكريين الموريتانيين المخلصين إلى الإطاحة بنظام ملدده وإخراج موريتانية من الحرب بعقد اتفاقية سلام وكان ذلك عام 1979 إذن شوفوا هاي السنوات يعني هاي السنوات أن هون توقف هنا شوفوا هاي السنوات شنون التي أعطى الجيش تحريل الشعبي صحراوي شنين المعارك اللي خاضها شن هي التحديات اللي كانت قدامه وشن هي الخصوم اللي كانت تحاربه فرنسا موريتان أو المغرب فرنسا موريتان أو المغرب هذو كامل متحدين ضد الجيش الشعبي صحراوي وشي منهم يحاربوا في الشمال وشي منهم يحاربوا في الجنوب ورغم ذلك بهذا العدد القليل من المقاتلين الصحراويين وبالرغم أنه الإنسان الصحراوي يعني منهك مالك من استعمار مدة 92 سنة ولكن رغم ذلك شامخ وقوي هو مستطع لأنه يثبت جادارته بالدفاع عن وطنه ويتكالب عليه المتكالبون واللي بغي يعرف يعني اللي بغي يعرف طبيعة المخزن رأي نفس الطريقة لا زالوا يستعملونها الآن في مواقع التواصل الاجتماعي يجيك مخزني ولكن هذك المخزني ما يخله وحده طرور يعطوه لإسنات يجيب له عزكم الله وحده 4 وحده 5 حتى هما من النباحين واحد الكيلة بالنباحة هو تزبره كلب بيتبول يعني كلب من درجة بيتبول والثانين يجيبوا معهد دي كانيش صغيرين ذو كل كانيش وهذو كل كانيش مهمته هم هو 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 يتصدى للفكر وأنا لبarity كنت نشوف لايف بهذا الخصوص مبارح نشوف لايف فيه واحد هو البيتبول ومعاه دي كانيش صغار ويطلعوا جزائري يطلعوا جزائري وتحموا عيه هو 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 يقول لحنا نناقش معك اختار انت بغيت الملف الحقوقي بغيت الملف السياسي والجزائري مسكين يعني يقتنع يقول هذا وممكن بغي الناس يناقشوا بالصدق ويعادل فيه النية في الحقيقة ولكن مع من مع الكلاب حشاكم ويبقوا عليه هو 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 يقولون يقول لهم اصباحوا لي انا لا يمشي اقولوا لقد هزمنا اسم�aكم النامجموعة من الكلاب المخزنية ما هو فكركم معناش تدافعوا هاش تدافعوا دافعوا لعن الملك انتم لا تدافعون عن الوطن الوطن بريء منكم المغرب بريء منكم المغرب براء منكم قضايا المغربة بريئة منكم انتم تدافعون عن الملك قولوا احنا ندافع على الملك ما تكونون دافئوا على الوطن ولكن باش دافئوا عليه دافئوا عليه بالكذب دافئوا عليه بالطرق الاحتيالية جيبوا واحد عدلوا به شرعنة اللايف وتبقوا تنبحون توماء وتعتقدون على أن خطابكم مسموع وبأنكم رأكم انتصرتم في نهاية المعركة ألي قتلكم لأنه السينيال جان السينيال جان السينيال كيف لتلكم رأم الله يسينيال إذن كما باش نختم هذا اللايف وأكد لكم على أنه سنستمر شاء الله في تقديم الجزء الثالث ربما الرابع من تاريخ الصحراء الغربية اللي هو مهم جدا الناس تتعرف من خلاله على هذه القصة المشوقة قصة شعب ناضلة من أجل قضيته ولم يستسلم أبدا بالرغم من تكالب المتكالبين شكرا لكم كاملين لمن أراد متابعة هذه الحلقة ستبث لاحقا في الصفحة الفيسبوكية في المساء إن شاء الله وهي موجودة على كل حال في القناة في اليوتيوب تحياتي لكم شكرا جزيلا لكم شهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم